اشتركوا في القناة والصداقة والتعاون العريقة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الأمريكية وما يشهده التعاون المشترك بينهما من تطور وازدهار في العديد من المجالات وبالأخص التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة كما رحب جلالته بالتعاون القائم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة هالبرتون في إطال مشاريع المشتركة بين الجانبين في قطاع صناعة النفط والغاز منوها بما تتمتع به الشركة من خبرة واسعة وإمكانيات كبيرة في مجال خدمات الطاقة كما تطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة بصناعة النفط والغاز إضافة إلى الأوضاع في سوق النفط العالمية فيما عرض الرئيس التنفيذي للشركة من جانبه أنشطة الشركة ومشاريعها الاستثمارية في مختلف دول العالم متطلعا إلى تعزيز آفاق التعاون مع مملكة البحرين والجدير بالذكر أن الشركة قد تأسست في عام 1919 وهي تعتبر من أكبر شركات خدمات استخراج النفط والغاز في العالم وتختص الشركة في تطوير تقنيات استخراج النفط والغاز خصوصا في الحقول الصعبة في النفط الصخري وقامت الشركة بإجراء دراسة مستفيدة لحقل البحرين والغاز العميق وتجري حاليا مفاوضات لتطوير موارد الحقل